شهد اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع خطاب نوايا في مجال التصنيع الطبي وتم توقيع خطاب النوايا بين كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمون الطبي وإدارة التكنولوجيا وشركتي HVD Egypt وبركن ألمير الطبية يأتي توقيع خطاب النوايا في إطار جهود الدولة لدعم وتعزيز دور التصنيع المحلي بغرض توفير احتياجات ومتطلبات السوق المحلية من مختلف المنتجات وخاصة الطبية إلى جانب العمل على تصدير الفائض من تلك المنتجات للخارج